بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتابة والذي أوزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترمها سما استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوبين اثنين يغشي الليل النهار وإن في ذلك لآيات لقول يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعمال وزر ونخيل صنوان وغير صنوان وإن يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعذب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالقون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلق من قبيلهم المثلات وإن ربك لهم مغفرة للناس على هرهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أوزل عليه آية من ربه إنما أنت موذر ولكل قوم آد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بالغدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء من أسر القول ومن دار به ومن هو مستقف بالليل وسارد بالنهار له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة الثقران ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد محال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفين إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغذو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتم من دونه أولياء لا ينبغون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم دعنوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ترقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباق فأما الزبدا فيذهب لفاءه وأما ما ينفعهم الناس فينفس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم لا افتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأوام جهنم وبجز النهادة أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتبجر ألو الألباب الذين ينفعون بعهد الله ولا ينقفون المثاق والذين يصرون ما أمر الراب به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بفغاء ودي ربهم وأقاروا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم رقب الدار جنات عليم يدخلونها ومن صلحا آبائهم وأبواههم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقفون عهد الله من بعد ميتاقه ويقضعون ما أمر الراب به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعمة أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا يموزل عليهم آية من ربه قل إن الله يذب من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وقضمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله قضمئنوا القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مهاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يتفعون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكد وإليه متاب ولو أن قرآن صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قدم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحبوا قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يطلف الميعاد ولقد استهزئت رسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفسي بما كسبت وجعلوا للبان شركاء قلسا أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروم وصفوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشف وما لهم من الله من واقع مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وضلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أموزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وأهلي مآبه وكذلك أنزلناه حرما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع ولقد أرسلنا رسلا من قبلك واجعلنا لهم أزوابا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عندهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الهساب وقد نكر الذين من قبلهم فلله المكتوب جميعا من يعلم ما تكسر كل نفسه وسيعلم الكفار لمن أغبتال ويقول الذين كفروا لست موسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ترجمة نانسي قنقر